ونحن نتذكر معكم بطولات كأس العالم السابقة نعود هذه المرة إلى كأس العالم 90 والتي كان أحد عنوينها الرئيسية هو المنتخب الكاميروني القوي للغاية المنتخب الذي نفس في المجموعة الثانية وكان يلعب معه منتخب رومانيا والأرجنتين وكذلك الاتحاد السوفيتي المنتخب الكاميروني افتتح المشاركة بالتغلب على الأرجنتين بطل العالم 86 بهدف أمام بيك وكذلك بعدها استطاع أن يتغلب على رومانيا بهدفين لهدف ليروجي ميلا ثم أخيرا خسروا أمام الاتحاد السوفيتي خسارة لم تكن مؤثرة بالنسبة لصعود الكاميرون أولى للمجموعة والتأهل إلى الدور التالي وفيه لعبة الكاميرون مع منتخب كولومبيا ومواجهة روجيمي لمعهي جيتا الشهيرة والفوز الكاميروني بهدفين لهدف ثم الخروج بالخسارة بثلاثة لاثنين في دور ربع نهائي أمام المنتخب الإنجليزي مباراة كانت متكافئة للغاية وستطاع الكاميرونيون فيها أو كادوا يستطيعون أن يتأهلوا بعدما كانوا متقدمين حتى الدقيقة الثمانين على المنتخب الإنجليزي تعادل جاري لينيكر وستطاع لينيكر في النهاية من ركلة جزاء جزاء ثانية أن يحسم الفوز الإنجليزي بثلاثة لاثنين في الوقت بدل الضائع قبل أن تتأهل إنجلترا لاحقا لنصف النهائي وتودع البطولة في المركز الرابع بالخسارة أمام إيطاليا كانت هذه هي المشاركة الكاميرونية في المنديال ومواجهة روجيميلة وأصدقاء روجيميلة مع هيجيتا والمنتخب الكاميرونيون